قال مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن التحرك الذي يصفه لكريملين بالتمرد كان بسبب الظلم الذي تعرضت له المجموعة من وزارة الدفاع الروسية ولفت في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة هي الأولى منذ انتهاء التمرد الذي قام به أخيرا إلى أن عناصره تراجعت لتفالي سفك الدماء في صفوف الجنود الروس وأن تحرك قواته لم يكن يستهدف القيادة الروسية مشيرا إلى أن العملية كشفت مشكلات أمنية خطيرة ونقاط ضعف في روسيا وشدد بريغوجين على أن أحدا لم يوافق على إبرامي عقود مع وزارة الدفاع وكضاء سفك قواته لم يبدو إلهات الشيحية ولا يبدو إزالة أخيرا ولكن باوضاء ساعرة سوف نظرة المثال عملها كماذا تحركوا وشتري وإزالة الدفاع حكوات الحجرة وحث خطير 24 часا одна из колонн вышла в Ростов другая в направлении Москвы за сутки мы прошли 780 километров не был убит ни один солдат на земле мы сожалеем о том что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам но эти средства бросали بامبه وانعقلون ثانيه في تحين ستكت نفتل سيئة سيئة يسرعون ليسجب من نفتاح إلى أنت سيئة سيئة من قم إلى مصفقة في هذا الماضي كان للمقارب وانت بأمزرجل بأمزراجل وانتظرون دون لا يمتلك أيضاً أكثر من الذين يمتلكون على الأرض وهذا كانت نهاية نهاية بين أشخاص الوضعين يمتلكون بعض الوضعين ودفعون الذين يمتلكون لنا ونسلوشون من أبارونه من أجل قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أن صفيرة الأمريكية لدى بلاده أعطت إشارات بأن الولايات المتحدة لم تشارك في تمرد مجموعة فاغنر المسلحة وضف لافروف أن الاستخبارات الروسية تحقق في طورة أجهزة غربية بالأحداث كما نقل لافروف عن الصفيرة الأمريكية لين تريسي قولها أن تمرد مجموعة فاغنر شأن داخلي لروسيا وأنها تأمل سلامة الأسلحة النووية الروسية وضف لافروف أن مجموعة فاغنر ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى مشددا على أن تمرد فاغنر لا يغير طبيعة علاقات روسيا مع أصدقائها